عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج عمل تعزيز الحوكم في المؤسسات الحكومية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها وذلك برئاسة سعادة الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير الشؤون مجلس الوزراء وبحضور أعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللجنة والآليات التي سيتم العمل بها في المرحلة المقبلة وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير الشؤون مجلس الوزراء أعرب الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الثقة الغالية التي أولاهم إياها من خلال قرار سموه بإعادة تشكيل اللجنة متمنيا أن تحقق اللجنة ما ترمي إليه الحكومة بشأن ترسيخ وتعزيز ممارسات الحوكمة داخل القطاع العام وأكد أن اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحوكما يأت انطلاقا من رؤية مستقبلية سديدة تسعى إلى تطوير الأداء الحكومي لأنها تجعل من المؤسسات الحكومية جسما إداريا واحدا متكاملا وفاعلا بما يلبي خطط الحكومة السعية إلى تحقيق الكفاءة في أداء القطاع الحكومي وتطويره لكي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ورفعة الأداء المؤسسي وتحقيق متطلبات الرقابة على المال العام وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين على كافة المستويات وأضاف أن الحكومة حريصة على تحقيق كل ما يضمن استدامة وتعزيز الموارد وترشيد نفقات والارتقاء بأوضاع الأجهزة والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر كفاءة في تقديم الخدمات عن طريق الممارسات والتخطيط السليم وتعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات التي تمكنها من إدارة مواردها بصورة أفضل وقدرتها على إدارة التغيير بناء على توفر روح المسئولية والشفافية ووضوح الصلاحيات وبما يعزز حوكمة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهدافها وأكد المطوع أهمية أن تتبنى القيادات العليا في المؤسسات الحكومية للحوكمة من خلال منظومة عمل متواصلة تحقيق التكامل بين مؤسسات القطاع العام والارتقاء بمستويات أدائها وبناء القدرات والكفاءات كأساس لتطوير منظومة الأداء ونوه وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أهمية استكمال العمل على مراجعة ومتابعة مدى التقدم في إدماج دليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي اعتمده مجلس الوزراء داخل الأجهزة والمؤسسات الحكومية ووضع المعايير وقياس مدى الأثر الذي تحقق على صعيد تطوير العمل الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقد تناول الاجتماع عدة موضوعات منها تحديد نائب الرئيس وإمين سر لجنة التنفيذية واستعراض مستجدات تنفيذ خطة عمل تعزيز حوكمة المؤسسات الحكومية والتي قدمتها ندى أحمد ياسين مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والتعرف على أفضل الممارسات المتميزة في مجال الحوكمة بالإضافة إلى تحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة